المجلة مصورة للأطفال المكفوفين فالمهم أنني سعيت على أن أطلع المجلة بالفعل وقلت بدلا معي الرسالة هي في النهاية بتروح على أرفف المكتبات وتبقى مرجع لغيري حبيت أنني أوصل المجلة لقيت كل طفل كفيف يعني فالفكرة أنه هو المجلة المطبوعة بطريق إبرايل يعني مثلا النموذج لها المطبوعة بطريق إبرايل اللي هو بتعود الأطفال المكفوفين أنهم يقروها بس الجديد اللي فيها فيها الصورة الملموسة دي يعني على سبيل المثال هي الصورة برزة شوي آه الصورة مجسمة وبرزة على سبيل المثال يعني الأطفال بشكل عام يعني المكفوفين بيسمعوا زميلهم المفسرين بيتكلموا على سنو وايت وسبونش بوب وتوم وجيري إنما عمرهم ما شافوا الشكل ده مش متخيلوا آه مش متخيلوا طب إلا أن فيه مكفوفين لهم حصل لهم إصابة يعني بعد ميلادهم وفيه بعض المكفوفين اللي هم تولدوا مكفوفين بشكل نهائي فهو الصورة الكارتونية دي إنت عايز توصل لهم إيه الفرق ما بين الصورة اللي هي القارتونية دي اللي هي مثلا زي صنو وايت أو غيرها من الصور اللي هي المختلفة اللي هي مثلا أي حيوان يعني مثلا ده سبون شبوب سبون شبوب أنا صراحة ما كنتش أعرف شكله لما ده جد بقى أنا ما كنتش أعرف شكله لحاجة جديدة دي يا سستار بالزبط مثلا فيه عشان نشجع برضو الأطفال اللي احنا بناتعامل مثلا معاهم فيه قصة تعامل خاصة يعني مثلا ده طم وجيره طم وجيره بس في حالة سلامة يعني الاثنين مسكين إيد بع فبين بين ملامحهم يعني وفيه مثلا صورة هنا تانية ده دوت اللي هو الأرنب هو سهل جدا أن أنت تعرف الرسمة بمجرد اللمس كده بص لا هي طبعا بتبقى فيه فيها خبرة أكيد طالما الأطفال بتاع الفكرة جديدة عليهم بيبقى محتاجة شوية تدريب ترجمة نانسي قنقر